تحرص الفنانة المنازكي وزوجها أحمد حلمي من حين لآخر على مشاركة متابعيهما عبر صفحاتهما الرسمية على السوشيال ميديا بأبرز الصور التي تكشف دائماً عن رومانسيتهما وتنال إعجاب متابعيهما أيضاً على مواقع التواصل لاجت منعي كشفت إطلالات مونازكي برفقة زوجها أحمد حلمي عن اختيارها للإطلالات التي تجمع بين الأناقة والفخامة وتحرص على اتباع أحدث صيحة الموضة واختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها شاء القدر أن يولد الثنائي في نفس اليوم ويقعان في حب بعضهم ليتزوجان أحمد حلمي ومنازكي ويحتفل الزوجان اليوم السبتة بعيد ميلادهما حيث أن حلمي يسبقها في العمر بفارق بست سنوات شهدت قصة حب أحمد حلمي ومنازكي العديد من الأحداث المشوقة حيث تعد من الزيجات الفنية القليلة الناجحة في الوسط الفني وترصد علامة اقتباس للمصرية اليوم علامة اقتباس القصة حب أحمد حلمي ومنازكي قصة حب أحمد حلمي ومنازكي بدأت قصة حب الثنائي أحمد حلمي ومنازكي في داخل مكتب المنتج الفني محمد فوزي في لقاء جمع بين هماني وكشف حلمي عن الأمر خلال لقاء تلفزيوني قلنا علامة اقتباس التقيت بمنازكي عند محمد فوزي المنتج حيث إنه كلمني لكي أشارك في مصرحية وأثناء وجودي عندها قمت لكي أفتح الببي ورأيتها أمامي فارتبكت من هنا بدأت علاقتي بها كصداقة علامة اقتباس وواصل حلمي حديثه قلنا علامة اقتباس كنا سنشارك معا في مصرحية شقاوة ثم ألغيت وبعدها بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سويا عمر ألفان وكانت وقتها معجب بها ولكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة كانت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم إنني أحبها حقا في كان لابدي أنا أصل إجابة من أعمقي أولا ولا كي أجد إجابة لابدي أنا يختفي جزء الفنانة المشهورة دخلي ومن أجل الوصول لذلك كان من لما نطقي أنا تقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين وفضلنا أصدقاء لفترة طويلة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها بأنني أحبها علامة اقتباس يدعم دأمنا الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة مونازكي بشكل مستمر وظهر وذلك وفي أزمة فيلم علامة اقتباس أصحابة ولا أعز علامة اقتباس التي تعرضت بسببه مونازكي لهجوم حد بسبب مشاهده التي وصفها الجمهور بعلامة اقتباس الجريئة علامة اقتباس كان الفنان أحمد حلمي أولى لدوع مين لزوجته وصف الفيلم بعلامة اقتباس على راقي علامة اقتباس وأشار إلى أنه كواني يعلم طفصي الدور زوجته مما عرضه له جوم حواد اشتركوا في القناة